تدين وزارة خارجية مملكة البحرين وتستنكر بشدة ما قامت به ميليشيا الحوث الإرهابية المدعومة من إيران من اختطاف ثلاثة موظفين إضافيين من طاقم سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ووكالة التنمية الدولية في العاصمة اليمنية صنعاء بعد أن قامت قبل أيام باقتحام مبنى السفارة واحتجاز عدد من الموظفين المحليين العاملين فيها ونهب وتخريب ممتلكات السفارة وتؤكد وزارة الخارجية أن ما قامت به هذه الميليشيات الإرهابية انتهاك صريح لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وللأعراف والمواثيق الدولية واعتداء على أمن وسلامة مبنى السفارة وطاقمها وتدعو المجتمع الدولي إلى إدالة هذا العمل الإرهابي الجبان مطالبة جماعة الحوث الإرهابية إلى الإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمحتجزين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر